السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وارد زون شهر خمسة على الابواب ومثل كل شهر بنكون ساني مبدئيا بيكون في مجموعة من الالعاب اللي المفروض انه نشوف نزول لالها خلال فترته رح نشوف الكولكشن كتير جميل من الالعاب اللي رح تنزل ان شاء الله خلاله بعض هدول الالعاب حتى رح نشوف نزولها على خدمة الجيم باز فانا في هذا الفيديو رح احكي معلومات خفيفة ولطيفة عن هدول الالعاب من ناحية موعد نزولها بالاضافة الى سعرها والاجهزة اللي رح تنزل عليها ان شاء الله بس قبل ما نبلش هذا الفيديو بدي اطلب منكم لو سمحتوا ما تنسوني في زر اللايك بالاضافة اذا انت كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوف القناة فاتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيك اختصارا لمدة الفيديو خلينا نبلش بسم الله من بل الشهر خمسة وتحديدا يوم اثنين خمسة بنزول لعبة من العاب الاكس بوكس الحصرية ريدفول لعبة الفيس بيس ونشوتر التعاونية اللي رح نلعب فيها في مدينة ريدفول في شخصيات اربعة رح يكونوا منطلقين في مهمتهم عشان يخضوا على هدول الفانبايز اللي استولوا على هاي المدينة بسبب احداث غامضة رح نكتشف مبدئيا ان شاء الله تفاصيلها لما نلعب هاي اللعبة رح طبعا يكون نزولها مبدئيا على الاجهزة الاكس بوكس سواء كانت القديم الاكس بوكس وان او الحديث الاكس بوكسي لس اكس و اس بالاضافة الى الكمبيوتر على منصة الستيم والابك رح يكون سعرها سبعين دولار اذا انت حابب انك انت تشتريها اذا انت كنت من جماعة الكمبيوتر واذا انت من مستعملين الاكس بوكس اكيد رح يكون نزولها فوري على خدمة الاكس بوكس كيمباس ان شاء الله يوم اثنين خمسة ومشوف نزول يوم اربعة خمسة نزول للعبة انا برضو متشوق لالها ريفن لوك بس يمكن ما تكون صراحة الها الحصة بسبب ان رح اكون اكيد بشغول في لعبة ريدفول لعبة ريفن لوك هي مبدئيا اللعبة الجديدة اللي شغال عليها الاستوديو اللي اعطانا لعبة ايكو جينيريشن اللي كانت سابقا موجودة على خدمة الجيمباس كانت سابقا لعبة ايكو جينيريشن عبارة عن مغامرات بس مبدأ القتال فيها عبارة عن قتال الادوار في ريفن لوك رح تكون مبدئيا لعبة مغامرات كاملة تنطلق فيها انت في شخصيتك الطفل في عالم حتى ممكن اذكرنا في الاسن واندرلاند رح يكون تجربة اللعب فيها يعني ار بي جي مفتوحة كاملة رح تكون قادرة انك تتنقل في هذا العالم والقتال رح يكون لايف يعني انت مبدئيا مش عبارة عن قتال ادوار رح يكون مبدئيا تقدر تستعمل السيوف واسلحة مختلفة عشان تواجه الاعداء والبوسز اللي انت رح اكيد طبعا تشوفهم في هاي اللعبة هاي تعتبر من الالعاب الحصرية برضو للجهاز الاكس بوكس رح يشوف نزولها على الاكس بوكس وان والاكس بوكس سلس اكس واس بالاضافة اكيد للكمبيوتر سعرها رح يكون مبدئيا 25 دولار اذا انت حابب تشريها واكيد رح يكون نزولها مباشرة على خدمة الجيم باس يوم 4-5 ومتكمل يوم 5-5 منشوف نزولها لعبة هوغواتس ليجيسي وبعرف مبدئيا ما تهجم علي وتضربوني هاي اللعبة نعرف انها نزلت سابقا بس كان نزولها فعليا سابقا على الاجهزة الحديثة من الكونسولز على الاكس بوكس سلس اكس واس بالاضافة لبلاي ستيشن 5 نسخة شهر خمسة هاي اللي رح نشوفه رح تنزل للاجهزة القديمة من الاكس بوكس وان وبلاي ستيشن 4 فاذا انت كان عندك جهاز قديم من الاجهزة اكس بوكس وان او بلاي ستيشن 4 هاي اللعبة الان رح تصير متاحة للك انك بتقدر تشتريها بمبلغ 60 دولار انك تلعبها طبعا المطورين عللوا سبب التأخير والفرق ما بين هدول النسختين انه بدهم يضمنوا نسخة اللي جيل القديم انها ما تكون فيها مشاكل تقنية يتخلي اللاعبين ممكن يعتبروها هي النسخة الاقل جودة بالمقارنة مع اختها من الاجهزة الحديثة فان شاء الله نتمنى انه يكون هذا الحكي فعلا صار وانه فعلا لما تلعب هاي اللعبة اذا انت من مستعمرين الاجهزة القديمة ما تندم على عملية شرائك لهاي اللعبة نوصل لمنتصف الشهر تقريبا منشوف دزول لوحدة من اقوى العاب النيتندو واحدة من العاب النيتندو الحصرية The Legend of Zelda Tears of the Kingdom اللي هي تعتبر الجزء الثاني من لعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild هاي اللعبة اغلب لعبين النيتندو يمكن حتى 99.9 منهم منتظروا هاي اللعبة على احر من الجمر رح نشوف فيها عودة مرة تانية لشخصية البطل زلدا في عالم مفتوح جميل جدا شبيه في الجزء السابق وعلى رواية الرابي رح يكون لسه فيه اضافات جديدة وتحسينات جميلة فمشانك اذا انت كنت مبسوط على الجزء السابق هذا الجزء لسه رح يضرب هذا الحكي في عشرة على رواية طبعا المطورين رح يكون نزولها طبعا على اجهزة الاسويتش وسعرها رح يكون 70 دولار ورح نشوف ان شاء الله يوم 12.5 ويوم 18.5 رح نشوف نزول لوحدة من العاب الرعب التعاونية اللي رح ترجعنا لعالم لعبة Outlast اللي هي على لعبة الرعب المبنية على مبدأ الفيرس بيرسون رح نشوف فيها تجربة يمكن لأول مرة من شوفها في ألعاب Outlast لعبة Outlast Trails مبدئيا رح تضعنا في لعبة تعاونية بتقدر تلعبها لحالك او لحد مبدئيا اربعة من اللاعبين عساس انكم تتساعدوا مع بعض تهربوا من مصحة هاي المجانين اللي رح تشوف فيها شغلات مخيفة يتخفف عقلك فاذا انت بتحب انك انت تعيج جو الرعب مع اصحابك هاي اللعبة رح تكون ان شاء الله مناسبة لك للأسف هاي اللعبة رح تنزل فقط على البي سي من ناحية انها يعني رح تكون لسه في نسختها الاولية هي فعليا مش نازلة بشكل كامل بس رح تكون نسخة تجربية لجماعة الكمبيوتر لسه مبدئيا مش معروف هل رح يصير في الها على الاكس بوكس او البلاي ستيشن لسه هذا الحكي المطورين ما اكدوا بس ان ان شاء الله يوم 18.05 رح بيكون بامكانك انك انك انت اذا دفعت 60 دولار انك انت تدخل على هاي اللعبة وتبلش انك انت تجربها وتعيش على من الرعب فيها بس ما حكيت هي رح تكون تواجدها على الكمبيوتر ويوم 18.05 رح تكون ان شاء الله موعد نزولها ومباشرة من بعدها يوم 19.05 رح نشوف نزول لعبة ليجو 2K Drive لعبة مبدئيا المطورين على روايتهم وكل الحكي اللي بيحكوه رح تحسها لك بتلعب لعبة فوزا هورايزن بس في مبدأ لعبة ليجو يعني رح تكون قادر انك انت تبني السيارة اللي بدك اياها بالتصميم اللي بدك اياها وتنطلق في عالم مفتوح رح تشوف فيه سباقات ممكن تكون تصير بشكل عشوائي رح تشوف فيه شغلات ايفنس جميلة تقدر انك انت تشارك فيها تقدر تلعب مع اصحابك او لحالك اللي بدك اياها في هاي اللعبة اللي صراحة نبين عليها رح تكون من الالعاب القوية واللي تستمر حتى وضلها معانا لفي سنوات طويلة جدا مع كل الشغلات الجنونية اللي ممكن تقدر انك تعملها في عالم الليغو هاي اللعبة رح يكون نزولة على كل الاجهزة القديمة والحديث من الكونسولز اكس بوكس سيرس اكس و اس اكس بوكس و اون و بلاي ستيشن فور و او فايف واكيد طبعا على الكمبيوتر بالاسف ما لقيت اي معلومات عن سعرها لهاي اللعبة بس اتوقع انها رح تكون من اربعين لستين دولار اذا ما خاب ظن لي بعد الفترة رح نشوف نزول لعبة امنيجيا ده بنكر رح تنزل يوم 23.5 مبدئيا هاي هي رح تكون النسخة الرابعة من سلسلة العاب امنيشيا اللي هاي اللعبة رح تكون فيها مغادرة لمبدأ اللعب اللي كنا نشوفه بالازلاء السابقة هاي اللعبة رح ترمينا في عالم مفتوح طبعا هي فترتها رح تكون فترة احداث الحرب العالمية الاولى رح نلعب فيها في شخصية جندي فرنسي هو علقان نوعا ما في خندق مبدئيا لحاله فيه الله يعلم صراحة شو الاسباب اللي خلته انه يضلوا لحاله وكل اصحابه يسيبوه فطبعا رح يكون وقت دواجدك في هذا الخندق فعلية مش لحالك لانه رح يكون فيه وحش موجود برضو عم بيحاول انه يقضي عليك فبدك تلعب فيها لعبة القط والفار طبعا لاثناء استكشافك لهذا البنكر عشان انك انت تقدر اتغادره وان شاء الله هتكون فعلا تجربة رعب قوية وهي حتى رح يكون نزولها مباشرة على خدمة الاكس بوكس كيمباز رح نشوف نزولها على الاجهزة القديمة والحديثة سواء كان اكس بوكس سيروس اكس واس والبليستيشن فور وبليستيشن فايف واكيد رح نشوف نزولها على الكمبيوتر اذا انت مبدئيا ما كان عندك خدمة الجيمباز وما كنت من مستعملين جهاز الاكس بوكس رح يكون تكلفتها ولعن مبدئيا اتوقع من اربعين لستين دولار لانه ما كان فيه معلومات صراحة واضحة قديش تكلفت هاي اللعبة وبعد يومين مباشرة يوم خمسة وعشرين خمسة تحديدا رح نشوف نزول لعبة لورد اوف دا رينغز قولم هاي اللعبة رح ترجعنا لشخصية قولم اللي هو جزء لا يتززأ من عالم لورد اوف دا رينغز مبنية على مبدأ التسلل يعني ما رح تكون مبدئيا هي لعبة مغامرات ار بي جي تنطلق انك انت تقاتل بقوة بفرسان وسحرة ومشعوذين فانما رح تلعب فيه شخصية قولم هذا الوحش اللي صغير اللي عنده انفصان فيه شخصيته فرغم مبدئيا تركيز اللعبة رح تكون على التسلل في سبيل انك انت يعني بالنهاية ما بتقدر انك انت تقاتل هدولة الغيران والوحوش اللي اكيد طبعا رح يكون جزء اساسي من الاعداء اللي رح يتواجههم هاي اللعبة مبدئيا ان شاء الله هتكون من الالعاب القوية اللي منتمنى نجاحها مع انه كان صراحة فيه كتير شغلات بتنتقدها من ناحية مقاطع الجيم بلاي اللي شاركونا فيها المطورين بس منتمنى نكون مع التأخير اللي تعرضت له هاي اللعبة ان يكونوا عالجوا نوعا ما من بعض الانتقدات اللي شافتها هاي اللعبة نشوف نزولها على الاجهزة القديمة والحديثة اكس بوكس سيلاس اكس اس واكس بوكس وان وبلاي ستيشن فور وبلاي ستيشن فايف وانوز اكيد رح يكون نزولها برضو على الكمبيوتر بتاكلفة رح تكون ستين دولار ان شاء الله ويوم تلاتين خمسة رح نشوف نزول لعبة سيستم شوك ريماسترد هاي اللعبة اللي صلنا فترة عم نستناها بكل تأخيراتها اللي تعرضت لها رح هاي مبدئين تكون هي نسخة الريمايك او ممكن حتى نحكيها ريماسترد لنسخة اللعبة الاصلية سيستم شوك اللي شنزلت في التسعينات اللي تعتبر من اوائل العاب الفيرس بيرسون اللي كانت تعطينا في عالم اكشن ممكن يكون حتى تصنيفه في اكشن هورور بشكل او باخر هاي اللعبة رح ترجعنا مرة تانية الى هذا العالم مع ان شاء الله تحسينات ترفع مستواها واداءها الى الجيل الحديث من الكونسولز مبدئيا هاي اللعبة رح تنزل اليوم 30 خمسة رح تنزل على الاكس بوكس سيلاس اكس واس اكس بوكس وان وبلاي ستيشن فور وفايف واكيد رح يكون برضو الى نزول على الكمبيوتر للأسف ما لقيت اي معلومات عن سعرها بس اتوقع انها ما رح تكون اقل من 60 دولار ومننهي بنفس اليوم 30 خمسة بنزول لعبة كومباني اوف هيروز الجزء الثالث وبعرف برضو ما تهجموش علي وتضربوني هاي اللعبة نعم نزلت بس كان نزولها سابقا هي على نسخة الكمبيوتر في هاي المبدئيا 30 خمسة وهاي النسخة رح نشوف نزولها على الكونسولز في نسخة الكونسولز اديشن اللي رح تسمح لكل اللاعبين اللي بيحبوا العلعاب الاستراتيجية انهم يعيشوا هاي التجربة الجميلة طبعا كومباني اوف هيروز مبدئيا نحدث ولا حرج عليها وهي عالم من الاعلام اللي طبعا بتعيشنا عالم حرب استراتيجية في فترة الحرب العالمية الثانية اتمام واضح صراحة بالتفاصيل والتفجيرات والاليات والمركبات وكل اشي انت ممكن تكون تقدر تسويه في العاب الحروب الاستراتيجية من الالعاب اللي انا شخصيا بنصحكم انكم تلعبوها بكل معنى الكلمة فعلا لعبة تستحق انك انت تجربها وتلعبها من ناحية انك فعلا بتحس حالك في جبهات الحرب العالمية الثانية لعبة رح يكون سعرها ستين دولار سيكون طبعا نزولها على جيل الحديث من الاجهزة فقط رح نشوفها على الاكس بوك سيروس اكس و اس وبلاي ستيشن فايف واكيد طبعا لها النسخة اللي نزلت سابقا كانت على الكمبيوتر هدول هم الالعاب العشرة اللي يعتبروا الاكثر العاب مبدئيا سيطا وعليهم العين من ناحية الالعاب اللي رح نشوف نزولها في شهر خمس ان شاء الله فبتمنى في نهاية هذا الفيديو ما تنسونا لو سمحتوا في زر اللايك بالاضافة اذا انت كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوفوا القناة ما تنسان انك انت تشترك اذا عجبك المحتوى فالشاكل اللي لكم من المشاهدة ان شاء الله مشوفكم في فيديو محتوى اخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم